أهلا وسهلا بلد يخدد زي الخطوة وإحنا معاها ليس لدينا أبدا أي مصالح شخصية مع أي بلد مصلحتنا ومصلحت هذا الوطن الوطن النهاردة خدت هذا الإجراء لصالح البلد؟ نعم معاه مع كل هذه الإجراءات اللي احنا شفناه النهاردة وإحنا موجودين في قصر التحدي النهاردة حيك لا تتخيل أبدا إنه كان ممكن ولا واحد فينا 2012 و13 و14 وحتى لحد السنة اللي فاتت إنه يحصل هذا الأمر لا يمكن كنا نتوقعه لحد عام 21-22 يحصل لا يمكن كنا نتوقعه إلا مع بداية أول لقاء بين الرئيسين في الدوحة في افتتاح كاس العالم في الدوحة في يناير 22 23 في يناير 23 ولا أحد كان أبدا يتخيل إنه كان ممكن يبقى فيه يعني أي لقاء بين الرئيسين ولا يبقى فيه أي شيء بين الرئيسين حصل اللقاء وحصل اتصالات ثم جاءت يعني الزلزال في فبراير في تركيا وحصل اتصال من رئيس عفتاح السيس على طول بالرئيس التركي أردوغان ووزير الخارجية توجه إلى تركيا ودعم مصري بدعم كبير جدا ودعم مصري كبير جدا لتركيا واستمر هذا الأمر ثم اتصالات في القضايا الكثيرة ثم اتصالات ولقاءات حتى في مجموعة العشرين وقمد وغيرها لقاءات دولية لقاءات بين الرئيسين وقمد الإسلامية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياضة في شهر نوفمبر الماضي وبالتالي يتم تدشين النهاردة حجم التعاون ورفع مستوى التعاون بين بلدين إلى مجلس التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا تركيا يتم كمان تم الاتفاق النهاردة بين السيد الرئيس عفتاح السيسي ورئيس التركي أردوغان على رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار في فترة قريبة من الأخبار الإيجابية المهمة كمان اللي أنا قلتها مبارح وتم تأكيدها النهاردة من الرئيس أردوغان أنه هيكون في منطقة صناعية تركية في مصر هذه المنطقة الصناعية التركية شركات التركية بتبقى موجودة على أرض مصر بتشتغل بتصنع من أرض مصر تبدأ في تصدير لدول العالم نصدر بقى لإفريقيا ونصدر لآسيا ونصدر لدول العربية ونصدر لأوروبا من داخل مصر في عمل كبير آه طبعا في عمل كبير هيتم زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر هي حالين 3 مليار هتزيد الرئيس أردوغان النهاردة قال سيتم زيادة حجم الاستثمارات التركية داخل مصر الرئيس التركي أردوغان النهاردة اتكلم أيضا على المستوى العلاقات واتكلم كمان على العلاقة مع السيد الرئيس عفتاح السيسي وحجم هذه العلاقة وقال إنه هو سعيد جدا إنه موجود في القاهرة ويعود إليها مرة أخرى بعد فترة طويلة الرئيس أردوغان زار مصر مرتين 2011 كان رئيس الوزراء وأيضا 2012 كان رئيس الوزراء أول مرة يأتي الرئيس أردوغان وهو رئيس لتركيا المرات اللي زار فيها مصر في 2011 بعد أحداث وفوضى 2011 ثم بعد أثناء حكم الإخوان في 2012 جه قابل محمد مرسي ولكن وقتها كان رئيسا للوزراء النهاردة هو رئيس تركيا وتركيا كان وقتها رئيس الوزراء هو الأقوى غيروا النظام بقى النظام رئاسي فبقى هو النهاردة رئيس تركيا هو الرئيس وبالتالي النهاردة شراكة كبيرة جدا بين البلدين مصر وتركيا طبعا قبلها حصل عمل ضخم جدا بدأ بجهازي المخابرات المصر والتركي دي كانت البداية لو احنا عايزين نرجع بالزاكرة شوية هو ايه اللي حصل وصلنا لده زي النهاردة ما كانش بسيط ولا كانش سهل لا اجتماعات بين البلدين رئيسي المخابرات سيد عباس كامل وهكان في دان اللي هو وزير خارجيه النهاردة التركي اللي كان رئيس المخابرات التركية وبدأت مصر تشغل على هذا ملف وهم يشتغلوا على هذا ملف مصر لها حاجات كتيرة جدا حضراتكم عارفين الحكاية وعايز يقول لحضراتكم ولازم نقولها هنا النهاردة تركيا تجاوبت مع مصر بشكل كبير للغاية جدا 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 كان لنا حاجات محددة تجاوبوا معاها كتيرة بصراحة لازم نقول الكلام النهاردة حان ان احنا نقول الكلام الفترة اللي فاتت كلها هيجي لحظة هنتكلم وهنقول تجاوبوا معنا تجاوبوا مع المطالب المصرية ليه زيان بقول كده احنا لا ما اسقناش لحد ما اسقناش لحد على الاطلاق احنا الشعب عملنا ثورة خلاص عملنا ثورتنا الحمد لله مشينا جماعة الاخوال الارهابية خلاص كان فيه بعد كده اجراءات وحاجات وضد طيب في الاخر مين انت النهاردة هنا احنا النهاردة بنتكلم النهاردة على هذه اللحظة اللي هي بنتكلم 14 فبراير 24 هي لحظة مفارقة في العلاقات المصرية التركية انسى اللي قبل كده زيان بقول كده بنتكلم على يعني علاقة ممتدة تبدأ من النهاردة بشكل واضح 14 فبراير هو تاريخ مهم جدا فيه تأسيس علاقة وشراكة بين مصر وتركيا ترجمة نانسي قنقر